السلام عليكم ويعطيكم العافية شباب وصبايا الالفين وثمانية اللي هم جيل التوجيهي المستعجلين على التوجيهي طبعا مش هم بكيف هم استعجلوا على التوجيهي لا وزارة التربية والتعليم خلتهم مستعجلوا على التوجيه دخلوهم بدل ما يدخلوا سنة الاول ثانوى ويقولوا فيها شوية راحة لا دخلوهم مباشرة من العاشر طلعوا في عندهم امتحانات توجيهي في اربع مواد في الانجليزي وفي العربي وفي تاريخ الاردن وفي الدين الان انا كرافة القاسم دايما بحب انه عمل يكون مبني على خطط والطالب لازم يكون عنده معطيات المادة في البداية عنده نظرة عامة لها بعدين يعرف كيف ياخذ المادة وعشان يعرف شو محتوياتها لما بكون عارف شو محتوياتها بيحط عنده اهداف عشان يسعى لتحقيقها رافض القاسم دايما يسعى لتحقيق الفول مارك وبما انه بما انه مادتنا شوية جديدة اذا انت بدك تتعب شوية زيادة وانا بدي اتعب معاك اكثر عشان اوصلك للفول مارك باذن الله 2008 مش صعب بس المادة زخمة شوي وبدك تتحمل المادة بدها تعب وجهد منك ومني انا ان شاء الله ما رح اقسر معاك وانت كمانا لا تقسر مع نفسك عشان انت لازم تحقق الثلاثين علامة الموجودات في الاربع مواد على الاول الثانوي مشان ترتاح في التوجيه 2008 عنا خمس وحدات في الفصل الاول unit 1 لها علاقة بالاتصال وبالتالي في البداية دائما انا بحب احكي عن الكلمات حدد وحلل معاين الكلمات الموجودة في المادة قبل ما تبدأ في مادتك لانه انت بصيغ عندك فكرة عن كل وحدة شو هي زائد انك انت رح تزيد من مخزون الكلمات اللي رح تحتاجوا يمكن للرائتنج طب استاذ الرائتنج شو قصته خليه نحكي عنه في الاخير اذا فينا تحليل كلمات فينا نصوص الها علاقة بالموضوع او العنوان وفينا قاعدة موجودة هون اللي هي التنسز مراجعة كل الازمان الثمن ازمان المطلوب منك من السيمبل البرزنت للبرزنت كنتينيووس للبرزنت بيرفكت للبرزنت بيرفكت كنتينيووس ندخل على الباست باست سيمبل باست كنتينيووس باست بيرفكت وباست بيرفكت كنتينيووس الان رجعونا موضوع جديد قديم هو التاج كوستشنز لأسئلة الذيلية وهذا السؤال اللي هو بيكون في آخر جملتك لكن بيكون مختصر وراح تشوف انه قاعدته جدا بسيطة معاي بس الان في ايش جديد اللي هو الايكو كوستشنز الايكو كوستشنز قريب جدا من التاج كوستشنز لكن في فرق بسيط راح نشوفه في حصصنا ان شاء الله يونتو كمان نفس الشي راح نحكي تحليل راح يكون في عنا نصوص والقاعدة اللي راح تكون موجودة هون عنا انا دايما ما بحكي فيوتر تنسز لانه الفيوتر مش زمن انا بعبر عن المستقبل فاكيد راح نحكي هون عن طرق للتعبير عن المستقبل سواء باستخدام الويل ou الوينج تو او السمبل بريزنت او البرزنت كنتينيوس او حتى ممكن نحكي باستخدام الفيوتر كنتينيوس او الفيوتر بيرفكت يعني انا في عندي ست طرق بعبر فيها عن الفيوتر تمام الان نخلص من يونت تو دخلنا على يونت ثري راح تكون هاي اليونت إلها علاقة بالإنفلوانسز إلها علاقة بالإنفلوانسز بمعنى المؤثرات شو الأشياء اللي بتأثر فيك وبالتالي تحليل الكلمات راح يكون إلها علاقة بهذا الموضوع والنصوص كمان راح تكون إلها علاقة بهذا الموضوع لكن لما منيجي للغرامر راح يكون في عنا past and present habits اللي هي قاعة اليوستو اللي كانت موجودة زمان في 2007 وال2006 وقبل زاعد أنه راح نحكي عن الrelative والparticipal closes الrelative closes مرت معاك استخدام الwho والwhich والwhere والwhen وذات هاي مرت معاك سابقا لكن الparticipal closes هون اللي راح يكون فيه إشي جديد وهذا الإشي جديد سهل لكن ممتع معاي في unit 4 راح يكون في عنا كمان تحليل vocabulary ويونت 4 راح تكون عن stories كيف إحنا نحلل القصة طبعا القصة من حيث نفس العربي characters والthemes والconflict تحليل كلمات texts راح يكون عندنا هون كونوا في عنا stories إذن راح تكون القاعدة الموجودة معنا هون هون narrative tenses أزمان الرواية اللي هي الباست سيمبل والباست بيفت والباست كنتينيوس والباست بيفت كنتينيوس رجعنا يعني للأزمان بس حتى نستخدمها في stories unit 5 نفس الشي راح نحكي عن unit 5 راح تكون making sense of senses راح تكون making sense of senses احنا كيف ممكن نتعامل مع الحواس وهون في هنا كلمات إليها علاقة بالحواس ونصوص إليها علاقة بالإحساس والقاعدة المطلوبة منه هون هي gerunds and infinitives كانت هاي القاعدة موجودة سابقا ردوا عادوها لكن بتفصيل أكثر وهذا الشيء اللي راح تكون أنت مميز فيه دون عن كل الطلاب لأنك أنت بتأخذ مع رأفة القاسم طبعا راح يكون في عنا في آخر الفصل cultural literature spots بقاع ثقافية وأدبية وراح يكون في عنا writing هاي الwriting راح تكون essay وإيميل وصوري طبعا إحنا أستاذ بقولوا أنه امتحاننا راح يكون إلكتروني يعني multiple choice كيف ممكن يجبوننا writing أو كيف ممكن يجبوننا مهارات الwriting الآن أنا بحكي لك من خبرة سابقة أنه سهل جدا أنهم يجبون لك أسئلة على writing بطرق multiple choice ممكن تكون فقرات أو موضوع مش مرتب بطريقة صحيحة ويطلب منك إعادة ترتيبة ممكن يسألك عن functions الوظائف اللغوية لأدوات الربط ممكن يسألك عن شو التوبك سنتنس الجملة الرئيسية في الفقرة اللي بيكون عطني إياها ممكن يسألك عن الفكر الرئيسي لكل موضوع وبالتالي مهارة الwriting هون ما قل لك اكتب قل لك بدي أنت تحدد لي الأفكار الموجودة في الموضوع اللي بكون هو كاتب لك إياه سهلة إن شاء الله لكن زخمة ورح يكون فيها تقريبا لكل وحدة ما بين 15 إلى 20 حصة حتى أنك أنت توفيها إذن إحنا فيها خمس وحدات ما بين 70 إلى 80 حصة رح تواخد منها بتمنى لكم التوفيق ورأفة القاسم معكم لا خوف عليكم ترجمة نانسي قنقر